I've been trying not to go harder deep and I don't think you wanna give me a reason هلاو هلاو يا حلوين اشلونكم ان شاء الله تكونون بخير واليوم الدرس الثالث التعليم رسم ملامح الوجه واكيد احنا وصلنا للشفة ورح نرسمها بالتفاصيل ورح نتعلمها سوية اول شي رح ابدي بالفرشة اخذت شوية من الفحم كلش كلش قليل وسويت الحواف اللي تكون خارج الشفة اللي عليها الظل واكيد رح احافظ على نظافة الشفة انه امسح كل شي يدخل جوه الشفة على مود احافظ على نظافتها بعد ما سويت هاي الحافة الطوخ طبعا هي بس هاي الحافة طوخ سويتها رح انتقل التفاصيل الشفة التفاصيل جاي اسويها بقلم الفحم بس بدون ما اضغط عليه نهائيا يعني بدون اي ضغط جاي اسوي الخطوط اللي موجودة بالشفة وبعدين بالقطنة مال البارحة اذا تذكروها اللي استخدمناها بالتوزيع الفحم بالمكانات مكان الخشم رح استخدمها نفسها بالفحم اللي موجود بيها اصلا بدون ما اضيف اي شي ورح ابدي اضلل بطبقة خفيفة كلش على مود بس اساوي لون الشفة وحتى همينا التفاصيل مضع كلها واكيد الدعك او التضليل رح يكون بطريقة دائرية يعني شوية شوية وبطريقة دائرية رح امشي على مود الداخل بمسامات الورقة رح ارجع مرة ثانية بالقلم على مود مضع حافات الشفة القلم هذا قلم فحم سوفت جاي استخدم او اثنين بي ورح ابدي اسوي التفاصيل مرة ثانية مجرد اعيد عليها على مود متروح من عندي وما افقدها فرح اسوي هاي التفاصيل ورح ارجع اضلل مرة ثانية اكيد تعرفون ورا كلش اسوي لازم اضلل على مود ما يبقى اي اثر للخطوط وما تكون خطوط حادة ومو حلوة بالرسم وهو هذا السر على مود تحصلون رسمة واقعية بعدين اخذت شوية فحم ورجعت ضللت طبقة ثانية ديشوفون انه هي هاي الطبقة الثانية دائما انصحكم انه تستخدمون نظام الطبقات اللي رح يساعدكم حتى توصلون للواقعية اكثر كل ما نزيدون الطبقات كل ما رح توصلون للواقعية بس اكيد مو نزيدها هواية لا يعني طبقة خفيفة وراها طبقة خفيفة وهكذا الحد ما نوصل للدرجة اللي احنا نريدها حاليا انا اضفت ثلاث طبقات خفيفات الحد ما اطلع عندي هي تشيلون يعني صارت بهاي الدرجة اكيد انظف الحافات بالمساحة على مود ابقى محافظة عليها وما اخسر حافات الشفة هسا انتقل للشفة العلوية وبنفس الطريقة بحركة دائرية رح ابدي اضلل شوية شوية طبقة ثانية رح اضيف واخذ شوية بالقطن شوية فحم ااخذ وابدي شوية شوية ادعاك بطريقة دائرية الحد ما اوصل للدرجة اللي اريدها ومثل ما جاي تلاحظون استمر بالدعك طبعا هي اكثر مرحلة طول هي مرحلة الدعك تتأخرون بها هواية وتاخذ من عدكم وقت بس بالنهاية هي اللي رح تخليكم تحصلون على الواقعية وشوية بعدين بالفرشة دعاكت الكل يعني ظللت فوقها بالفرشة بدون اي شي فرشة فارغة نظيفة ظللت على مود يندمج كل شي حسا مثل ما تعرفون يعني حافات الشفة تكون كلش طاخ فللمرة الثالثة رح ارجع عليهم بقلم الفحم وبشكل كلش كلش خفيف مثل ما قلت لكم على مود التفاصيل مضيع وتبقى موجودة رح ارجع اطوخ على حدود الشفة لانه تكون طاخ وعليها ظل اكثر وهمنا على الخطوط اللي موجودة بداخل الشفة يعني تفاصيل الشفة وحسب الصورة اللي موجودة قدامكم حاولوا دائما تركزون بالصورة وتشوفون شنو موجود بيها وبعدين يلا ترسمون يعني مثل تسوون تغذية بصرية وبعدين يلا تبدون بالرسم هيك رح يساعدكم انه توصلون للطبقة اسرع وهمنا تعرفون انتو جاي يساوون بالضبط فهذا الشغل كله بالقلم بس بدون ما اضغط عليه نهائيا وبعدها مثل ما جاي يشوفون جاي ارجع على المكانات الطوخ بس اكيد بحركة دائرياني جاي اساوي على مود ما يصير خط كلش قوي ويتعبني بالتضليل وما يروح فجاي اساوي هيك مثل دوائر صغار وحدة يم ملاخ هاي الطريقة ساعدكم على مود انه قلم الفحم يفرش والظلال ماتة يكون اسهل فجاي اساوي على كل المكانات اللي بيها ظل قوي بالشفة بدوائر كلش كلش صغيرة وحدة يم ملاخ الحد ما شفت نفسي انه انه اني كملت يعني خلص هالسة تفاصيل خلصت عندي فرح ابدي بالتضليل اضلل شوية شوية واذا اكو مكانات يحتاج لها بعد اضيف فاضيف بالبودر وحاولوا انه تتحكمون بالبودر يعني تاخذون كلش كلش قليل بالفرشة وتطبطبون الفرشة وبعدها يلا تحطوها على الورقة هي تشي رح يصير عدكم التضليل اسهل وهمينه ما رح تكون صعب عليكم ولا رح يصير ببقع فهاي اسهل طريقة لكم وهمينه لا تنسون التضليل يكون بشكل دائري هساني مجرد رح ارجع على كل المكانات اللي عليها الظل وشويونة اضيف لها يعني كلش كلش قليل جاي اضيف تقريبا جاي ااخذ نقاط نقاط فحم واضيف لانه هي اصلا الفرشة بيها فحم وما يحتاج انه اضيف كلش كلش هواية اذا احتاج هواية فراح اضيف طبقة يعني اضيف مرة ثانية وثالثة ماكو داعي انه ااخذ هواية واضيفه كل مرة وحده لان هالشي مو حلو اغلب الرسامين يعانون من هذا الشي ومثل ما تعرفون التفاصيل اللي تكون كلش دقيقة استخدم لها المدعكة لانه تكون منبلة من قدام وتساعدني انه اسوي كل التفاصيل فهاي الطبقة الرابعة اتوقع اللي ضفتها بالقلم ودعكتها بالمدعكة لانه هي عبارة عن خط وهمينه خطوط اللي موجودة بالشفاد اشوفون انه انا جاي اضيف طبقة فحم وارجع اسوي الخطوط حتى ما تروح وبعدين ارجع اضيف طبقة فحم واسوي الخطوط وهي شي لحد ما اوصل للواقعية اللي اريدها يعني درجة التضليل اللي اريدها بالنسبة لداخل الفم فهو كل اسود تقريبا وبيش شوية بياض او شوية مكان فاتح فرح اسويه بالقلم ووراها اوزع الظل بالمدعكة واذا شفت انه يحتاج بعد فاوزعه بالفرشة طبعا هذا الشي اختياري وراجع لكم انتو العدات اللي تحبوها تقدرون تستخدموها الفرشة المدعكة او القطن المناديل الورقية بكيفكم وهنا مثل ما قلت لكم دائما احافظ على نظافة الرسم فنظفت الاسنان بالمساحة مساحة اي مساحة موجودة عدكم وهمنا سويت النقوصات يعني رجعت ضللت مرة ثانية وانتو بعد بكيفكم شون تريدون نسوون طبعا مثل ما قلت لكم الجزء الجوه صاير شوية فاتح فخففته بالمساحة العجينية المساحة العجينية دائما تخفف التضليل ورجعت اتوقع هاي المرة الخامسة اللي رح اسوي بيها بالقلم التفاصيل وارجع اضللهم دا شوفون كم طبقة حطيت وكم طبقة سويت على مود مجرد اوصل للشي اللي اني اريده لانه اذا سويته طبقة واحدة غامقة رح تطلع كلش كلش مو حلوة بس اذا استخدمتوا نظام الطبقات هوايا رح تستفادون صح الشغلة متعبة شوية بس الصبر على الرسمة رح يجيب لكم نتيجة اكيد ورجعت ضللتها بالفرشة مجرد على نفس الخط مشيت ما طلعت خارج حدود الخط مجرد سويت الخط على مود ما يظل خط حاد ولا يظل خط بالقلم حتى يبين كأنه هو متلاشي وهمنا سويت طبقة ثانية على الشفة الجوة شوية كلش شوية قليل اخذ بالفرشة واحط على الشفة الجوة واسويها وبطريقة دائرية وورا ما كملت باقي التضليل كله التفاصيل رح ارجع اسويهم بالمدعكة مجرد امشي فوق الخط وانتبهوا دائما انه ما تاخذون زايد يعني ما تطلعون خارج حدود الخط او خارج التفاصيل وحافظوا دائما على نظافة الرسمة هاي اهم شيء وصار اكثر مرة اعيد هالشيء بس لازم تنتبهوا لها ورح تحصلون على نتيجة كلش كلش حلوة تشوفون جاي اسوي التفاصيل هسه يعني خطوط الشفة جاي اسويهن واكيد ارجع اضلل مرة ثانية فوقاها مستحيل مستحيل اسوي خطوة اذا ما اضلل فوقاها لانه رح ينطيها واقعية اكثر فكل خطوة سووها لازم تضللون وهسه وصلنا لمرحلة الاضاءة لقلم الجليرور رح استخدمه واضيف الاضاءة حسب الصورة قدامكم فرح اسرع المقطع شوية لانه مجرد نقاط صغيرة وحدة بصف اللاخ او حسب اللي موجود قدامكم نهائيا ما اكثر ولا اسوي خطوط مو حلوة ولا اسوي مربعات شبيرة لا نقاط وحدة بصف اللاخ واحاول انو ارتبها حسب الصورة وحسب اللي قدامي وهي شي رح تطلع حلوة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة